أهلا بكم سنوات ذهبية عدد الرياضة إلى أمجادها ووضع أبطال مصر بصمات على الساحة العربية والأفريقية والعالمية غير مسبوقة ولم تكتفي مصر بتحقيق الألقاب والإنجازات وحسب بل تمكنت من تنظيم العديد من البطولات على أرضها لتعود إلى الرياضة من جديد إشادات عربية ودولية نالتها مصر بعد تنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019 للمرة الخامسة في تاريخ الفراعنة كما حققت مصر نجاحا باهرا في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد 2021 للكبار تاريخية كانت البطولة في كفة تفاصيلها بدءا بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة للظروف التي تم فيها التنظيم ودفعت العالم أجمع إلى غلق أبوابه أو إلغاء فعاليات أقل منها بكثير نظرا لجائحة كورونا أو التنظيم الذي أشادت به المنتخبات المشاركة ووسائل الأعلام العربية والعالمية كما حققت الرياضة المصرية إنجازا آخر باستضافة بطولة العالم للرماية 2021 بمشاركة 400 من الرماية من 32 دولة في ظل جائحة كورونا وكذلك تنظيم بطولة كأس العالم للجنباز الفني والتي تقام لأول مرة في مصر وأفريقيا أما منتخب مصر لكرة اليد للشباب فقد حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم للشباب 2019 بينما توجى المنتخب المصري لكرة اليد تحت 19 عاما بلقب بطولة العالم للناشئين للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على المنتخب الألماني كما وصلت مصر هيمنتها على لعبة السكواش بعدما احتفظت بصدارة التصنيف العالمي للرجال والسيدات ولم تقف الإعاق عائقا أمام رغبة المصريين الحالمين في ممارسة الرياضة ويأتي ذلك الحدث في إطار اهتمام القيادة السياسية بأصحاب الهمم والعمل على إشراكهم ودمجهم في مختلف البرامج والاهتمام بهم ورعايتهم ودعم الأبطال الرياضيين منهم إيمانا بمهاراتهم وقدراتهم على تحقيق الإنجازات في مختلف البطولات التي يشاركون بها دعم القيادة السياسية الكامل والدائم للرياضة كان له عظيم الأثر في أن تصبح مصر قبلة الاتحادات الرياضية الدولية ومركزا إقليميا لتنظيم واستضافة الأحداث الرياضية حيث أثبتت مصر للعالم أنها تمتلك بنية تحتية رياضية بمواصفات عالمية وقدرات تنظيمية تقبل التحدي مهما كانت الظروف التي يعاني منها العالم وتستمر الدولة في تنفيذ عدد من المشروعات القومية الخاصة بالرياضة ومنها المشروع القومي لاكتشاف الموهمين رياضيا والمشروع القومي للناشئين والمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي فضلا عن تطوير عدد من المنشآت الشبابية على مستوى الجمهورية من مراكز شباب ومدن شبابية ومراكز تعليم مدني ومواقع اكتشاف المواهب فضلا عن الارتقاء بالبرامج والأنشطة الشبابية داخل تلك المنشآت لتحويلها إلى مراكز خدمية مجتمعية إذن مشاهدين الكرام كان هذا عرضا حول السنوات الذهبية التي أعادت الرياضة المصرية إلى أمجادها شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء